ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أنا سماعين نعسان أبو علي من ريف إدليب الجنوبي كنت عم بشتغل ممرض في مشافي ريف إدليب الجنوبي صار قصف يعني كتير كبير على القرى وعلى المشفى والمشفى طلعت خارج العمل كان بالضيعة قصف كتير يعني واللوات قاعدوا يخافوا كتير يعني عندي بنت صغيرة عمرها سنتين ونصف وقت اللي نسمع الطيارة تمسك دوناتا وتسكر فاجينا لهون يعني الحياة الصعبة هون في المخيمات بس ولكن ما أنت أقلم بشباري كنا خمسة عشر شخص بخيمي يعني أحيان أخويه ومرته ينامه في المطبق وأنا يعني ويجي ضايف لا بتحسن نستقبله يعني عيشي كتير صعبي كانت في الخيمي الوحدي بعدين أمنا خيمي وانتقلت إلى قعدنا نزبط بالخيمي من هون برداي من هون شغلي يعني لحتى أمنا الخيمي وقعدنا فيها أنا وكمان عائلتي وثمان أولاد والحمد لله يعني قاعدين ومشتورة أولي الله الحمد أبو عليها أفضل السلام عليكم عليكم السلام أهلا وسالنا 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 بفضل بشراء شكي فضل اليوم يا الحمد لله أشغل يا الحمد لله أشغل أحيانا مشان طفل بدوا أبري بدك تروي فرضن الصياد لي بيكون جوز مسكرين بدك نروح على المشهوب عيد يبدون أجار سيارة يعني حاليا أنا أنا عبي وفر عليهم أجار سيارة وقت الله يفرضني نجرح ولد أنا بعتولي بالليل ساعة عشرة يداعش ولحمد الله ما تأخر بطول روح خيط له جرحه يعني ضمن عملي وحسب الاستطاعة يا الله خاصي خاصي يا عمي والله الصعوبة يعني نقص بالمستلزمات الطبية يعني قلتلك أنا في البداية ما جيت لهون ما عندي أي شيء فحكيت مع أصدقائي أما نولي مقياس ضغط أما نولي جهاز رزاز أما نولي يعني حقيبي وفيها شوية مستلزمات يعني عب نقصني مستلزمات طبية بالنسبة للضماضات خياط كلها والله عب عاني منها معاناة كبيرة موسيقى صارت والله في مرة مرة من المتح ضار بالطيارة وقص طلق بهام اليسار كانت عب تدفع ألف وخمسمائة ليرة أجار سيارة لحتى تروح لمشفى مشان تبدلها فإن شاء الله كل يوم بإذن الله بروح ببدلي ويعني وفرت عليها كثير للمخلوقات وحالته فقيرة جدا جدا هل هي هل هي الأبر نجاني مهم؟ هي لا مهم بدلنا يكتب ديان كاتل يدي يقلو فهذا مشان ما أعمل عليها جمان قام والله يعني يومياً هل تكون حمد الله عالي العاد هل خنقة معد تركنا لأن الحمد أمورك تمام وعالي العاد هل خنقة هل هي الأختي الشيطان؟ هل هي الخنقة هل هي الأختي الشيطان؟ مون هارولت أنا هنا من الساعة 12 بدقة علي جارنا بنت وأمي عبت حسين قال لي تاخد نفس ففيقني فاتت المرة على المطبخ لابين ما عملت الجلسة الرزاز لبنته وكمان شاب من فترة مجروع هو يعني يقطع حطب بدي يشغل صوبة نعم متعرف يعني هي حطب طير بفو الحطبي هون الشيخ خطلو ايدو بده خياط اجل عندي والله بيجي الساعة كمان بيدعش وكمان حطينا المرافل الخيمي الجويني لا بين ان ما خيط طلو خياط ضم طلو اياها الخيمي مقسومي قسمين لمترين المطبخ وثلاثة أربعة متار يعني للقاعدة فالحرمي عبتقعد بالمطبخ لبين انا ما خلص يعني ام داوات هالشاب اللي جاي او البنت قلتلك يعني بتضال قيادة بالمطبخ لبين ما خلص كل شغلي لان قلتلك عندي خيمي وحدي والناس اللي عبتجي انا لازم يعني لازم اشتغلها يعني ما بحسين رجعه وباي ساعة متأخرة من الليل طلب الناس وحاجة الناس لشخص مثلي اشتغل للمشاهدة جوة جوة جتغل يلا 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 اسلامي الله سلام عليكم نشاء الله سامكليو نعم سيمكن للمشاهدة مصدر الدخل قليل كثيراً تبتجي هنا سلتين شهرية استحقاق إليه يعني فيها شوية صعوبة بس ولكن بدنا نمضي شبنا نسوي والله بتمنى أنه يعني نرجع بخير وسلامي لضيعنا لهنيك وصير السلام بعنفك للمحرق لأنه فعلاً حياة المخيمات صعبة كتير نرجع لأراضينا ولبيوتنا وسالمين إن شاء الله اشتركوا في القناة